هلأ نحن الفصلين الأولانيات بدينا بجاب التسويق الرقمي Digital Marketing أول فصل كان عبارة عن المصطلحات الأساسية التاني كان هو عبارة عن وجود ويبه وخياراته هلأ بنا نبدأ اليوم الفصل الثالث أعدادات وسائل التواصل الاجتماعي ما نقصود بأعدادات وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو تويتر إلى آخره فهلأ بنحكي في رؤاتهم وكل واحد ينصبط أعداداتهم بما يناسب التسويق لعملي المفروض بنهاية جلسة اليوم نعرف ما معنى مصطلحات التواصل الاجتماعي وكل شبكة اجتماعية أو محطة التواصل الاجتماعي شو استعمالات الرئيسية شو هي العناصر الأساسية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدين العملي فيها خلاه يصار فيها عملي شو يعني ملف تعريف على شبكة التواصل الاجتماعي وأنواع الملفات شو الفرق بياناتهم للإجراءات اللي ممكن إجراءها فيها هالعملية من قسم العملي يمكن بس بصلت له بتلاقوا كله بهالفصل العمل اللي فيه كله مجرمينه بس بالنهاية نحكي طيب أول شي منصات تواصل الاجتماعي شو هي ما التواصل الاجتماعي هي عبارة عن مواقع على الانترنت بتتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وتبادله هون منصات تواصل الاجتماعي أنا بحدد معي بدي تواصل عبر كل منصة وبصير شارك معهم المنشورات تبعي اللي هي هالمنشورات قد كن نصوص صور روابط مقاطع فيه وصوت إلى آخره ولكن هاد مو نفسهم مو جميع المنصات تشتغل نفس الشي في عنا منصات عامة ومنصات خاصة يعني من أمثلة أشهر المنصات LinkedIn عبارة عن شبكة تواصل الاجتماعي تستخدم للتواصل المهني ليش تواصل مهني؟ أنا هاي لما بعمل حساب على شبكة LinkedIn هون اللي كان اسمه مثلا بالفيسبوك أصدقاء هون هيكون اسمه الروابط الروابط اللي أنا بضيفه أنا فقط باللينكدين بحط شو عم بدروس شو أنواع لرأسي إذا رديت كملت مثلا المجلس سيار دكتوراه شو عملت دورات شو عندي مهارات اتعلم تشديد شو العمل اللي عم بشتغله حاليا تنقلي من العمل التاني والروابط تبعاتي بيزكوني ببعض المهارات إنه والله أنا بعرف بهاي المهارة هو قوي فهذا يستحرم التواصل المهني في بعض الدول صار أول شغلات الـ HR اللي بتشوفها لما أنا عم بقرأ السيفيات قبل ما حددلهم لسه موعيد للمقابلات أول شغله بفتح حساب اللينكدين تبع كل شخص شوف شو المهارات اللي عنده وشو عالين العالم عندنا التانية الفيسبوك الفيسبوك هي شبكة عامة شو عظم شبكة عامة؟ هي شبكة عامة يعني ممكن نشر عن طريق نص صورة رابط فيديو صوت جميع أنواع المحتوى يمكن نشره عن طريق الفيسبوك الفيسبوك بالأساس طلعت هي التواصل الشخصي يعني أنا ممكن نتواصل فيها مع زقائي عائلتي أقاربي زملائي في العمل ولكن حنشوف بخياراتنا اليوم في حسابات بالفيسبوك لمنصات أعمال أنه ما شرط تكون دائماً تواصل شخصي هذه الأساس تبعها ثلاثة تويتر تويتر كمان هي شبكة عامة ولكن الفرق بين تويتر وغيرها أنه تويتر كل منشور اسمه تغريدة عنا فيها التغريدة يجب أن لا تتجاوز 130 محراف بمعنى أنا ما فيني أكتب فيها مقالات بالفيسبوك أنا ممكن أحط مقالي أما بتويتر لا إجباري إجباري المنشورات تبعي بتكون عصيري حتى حتى بنشوف إذا كان حيمر معي لاحقاً خيارات تقصير الروابط إذا أنا بنشر الروابط عن طريق شبكة تويتر الرابط طويل حتى ما يأخذ معظم المنشور ممكن استروا لقدر انشروا بتويتر إذا كان طويل كتير ما بنسع آخر منصتين محطوطتين فليكر وإنستغرام فليكر والإنستغرام هدول الاتنين عبارة عن منصتين يستخدموا لمشاركة الصفر فقط اليوتيوب مشاركة فيديوهات بينما قلنا الفيسبوك بينشر كل شيء تويتر نص لايتجاوز 130 محراب إذا ننشر فورة أو فيديو بنشر رابط إلو بتويتر هاي الفروقات الأساسية بأشهر منصات تواصل اجتماعي بينما أنه هدول أشهر المنصات نحن ما عم نحكي جميع منصات تواصل اجتماعي هدول أشهرهم والأكثر انتشارا فهي أول شيء أشهر المنصات بس هناك جميع المنصات أكيد لا فيعنى منصات لسه استعمالة أقل مثل مثل الهاي فايف مثلا والتاقت هذينك اتنين بيستخدموهم للتعارف يعني غالبا بيهموا راهقين للتعارف تواصل مع بعض الشباب بيهم يتعرفوا على شباب بأعمار تقريبا من جيلهم ممكن بغير أعمار يتشاركوا معهم في عندي الماي سبيس مثل فيسبوك هي عامة ولكن من شركة مايكروسوفت بدل ما الفيسبوك من شركة فيسبوك في عننا الأور كود كمان مثلهم شبكة عامة ولكن هاي منتشرة مثلا بالبرازيل أكثر من غير دول التك توك لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة هل الواتساب والتليجرام؟ لا مو منصات ليش مو منصات؟ هذول عبارة عن تطبيقات تعمل على بروتوكول يعني هي تطبيقات لإجراء مكالمات هاتفية قد تكون صوتية أو فيديوية بإسفادة من الانترنت أكيد ممكن أنا استعملها كمان لكتابة مصوص باينتراف تمام هذول كلهم منصات تواصل اجتماعي ولكن نحن هون هالكتاب اللي ذاكرهم هدول وأكتر واحد مرز عليه الفيسبوك فيسبوك وتويتر بتركيز عليهم أكتر من غيرهم الباقي ما فيهم هشلات صعبة بعد ما حكينا أشهر المنصات نحن ليش نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بغض نظر هلأ قبل ما أبدأ بالمكتوب بشكل عام بيقولولي ميزات الصداقة أنا بس يكون عندي صديق بيجتمع معه بكثرة فبعد فترة بلاقي إنه في حتى مصطلحات هو بيستعملها صار تستعملها بكثرة فنحن بيأثر حتى أنواع الصداقة بتأثر على الأشخاص على المصطلحات اللي عم نستعملها فهلأ بشكل عام وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين بتغير أممات علاقاتنا بعدة طرق إنه نحن كل شيء عم نشتغله ممكن يتغير بين أثناء بعكدر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نحن من حتى المعملين من نتواصل هذو بيأثروا حتى على طريقة تعاملنا مع الأشياء فأول شغلة يسمح للأشخاص التواصل مع زيد الأشخاص بسرعة أكبر ليش؟ هلأ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنا متواصل مع أشخاص قد يكونوا في أي مكان في العالم والتواصل في الوقت الحقيقي ريال تايم شو أصدي؟ يعني أنا ممكن إنشر المنشور هلأ خلال ثواني رد علي واحد من أميركيا رد علي واحد من أستراليا رد علي واحد من موزنبيق أول شي بتواصل مع عدد كبير من الأشخاص وبسرعة كبيرة اثنين هاي الثاني تعبار من المشاكل طبع وسائل التواصل الاجتماعي أنه سهولة المبالغة في تقدير مستوى العلاقة الحميمية العلاقات عبر الإنترنت شو يعني؟ أنا في عالم ما بعرفهم بالحياة الحقيقية حياتي مشايفهم تعرفت عليهم عن طريق الفيسبوك برجع بقول الفيسبوك المعقولة هلأ هي مثال عن شركات التواصل الاجتماعي ما شرك فيسبوك وحفرهم فيسبوك بس إنه تعرفت عن طريق شركة التواصل الاجتماعي صار أنا بعلقوا عن منشوراتهم هم بعلقوا عن منشوراتي بعد فترة اعتبرت أنني نشأت صداقة بيني وبينه ممكن أيام قدرة زيادة بعتبروا أنه والله صار فيني يطلب منه شخصية هون هاي بده ينتبه الواحد نمو حقيقي ومو من المكان فيني يطلب منه أي شي إنه واحد عم يرد عمنشوراتي ويتفاعل معي على كل شيء عم بنشره مو معناه تصار صديق مو معناه تصار من عائلتي هون في مشكلة بتأثير مدى التواصل بس هذا بالتسويق أنا ممكن أستفيد منه إنه العالم اعتبرتني كصديق إلى هنا يأخذوك كنصيحة من صديق بدل ما يأخذوك كآلان هي الفكرة نفسة ممكن ننظر إلى كمشكلة وممكن ننظر إلى كميزة لما نستعمل بالتسويق هيرا يجعل الناس أكثر عرضة لمن تأثير العدوى كل ما صود بالعدوى هاي اللي قلنا إنه ممكن تلكيات بعض الأصدقاء صير تظهر عندي المصطلحات يعني يستعملوها لا إحايا يعني يستعملوهم بعد فترة عكتر تواصلي معهم فالعدوى كمان هون بالحياة العامة ممكن نقوله هاي من مشاكل وسائل التواصل الاجتماعي نحن هون كتسويق أنا بيعتبرها من الميزات ليش أنا مجرد ما قدرت ابني علاقة شخصية مع عدد كبير من الناس برجع بقول إنه صار الإعلان اللي أنا عم بنشره هنا ما عم بنشره كأعلان عم بنشره كنصيحة فالعدوى تبعي هو ممكن يستفيد مننا في التسويق يسهل مقارنة أنفسنا بالآخرين مما قد يكون له أثار إيجابية وسلبية هل يصلاحظوا كل الخيارات فيها أثار إيجابية وسلبية يسهل مقارنة أنفسنا بالآخرين أنا بسهولة عمقول طيب هاي الخدمة موجودة عندي موجودة عند غيري أنا عندي هال ميزة هالخدمة موجودة بلدي ما موجودة الخدمات لقيت عندي بهالبلد سيئة عم شوف حدا أحد أصدقائي بلد تاني خدمة عنده أحسن أو خدمة أسوأ أو فبقارن حالي بغيري شو الأشياء اللي عم بقدر أصلى غيري مو قدر أن يصلى ممكن هن عم يصالوا لأشياء أنا ما عندي فهي من الأشياء اللي تعتبر إلى مشاكل آخر واحدة قد يكون له تأثير إيجابي على العمال التجارية يمكن استخداما تسويق المنتجات وترويج العالمات التجارية نحن قالنا على حنستخدم شركات تواصل الاجتماعي بالتسويق نحن هون هات شغلنا فيها أكيد ما بيحط علي التعارف وبناء صداقات فهدول وسائل التواصل الاجتماعي حنستخدمها لتسويق منتجنا ومثل ما قالنا إلى آثار إيجابية الخيارات اللي انحكيت فوق المبانا وتقديم مستوى العلاقة الحميمية هون أنا ممكن استفيد منها بالتسويق أني ما أطلع كأنا مسوق واحد عم ببيع المنتج والخدمة تبعه وإنما عم بنصح أصدقاء هي هي اللي باخد تأثيرات إيجابية بالتسويق ضمن وسائل التواصل الاجتماعي لما أبدأ أعمل حملة تسويقية باستخدام وسائل تواصل الاجتماعي المفروض مجموعة عناصر تحققها الحملة التبعية الحملة بالنهاية أول شي أكيد نحن نخططها قبل ما أبدأ بتنفيذها عمليات التخطيط للحملة أول شغلة فيه باختار أهداف الحملة أين أهداف يجب أن تكون سمارت سمارت مو كلمة ذكية وإنما مكتوبة كلها أحرف كبير لأنه اختصار من خمس كلمات شو يعني أنا بتقول هدفي حملة التسويقية يجب أن يكون محدد شو المعصول بهدف محدد الهدف المحدد قدران حدد شو هو بالضبط مثلا أنا عم حط هلأ صور نشاطات قمنا فيها بالشركة هدفي أصل للميتين لايك خلال أسبوع هذا شيء محدد حددت كم لايك بدي شو المدة هدفي عم سوق لمنتج هدفي منه أن يبيع عشرة آلاف وحدة من هات المنتج خلال شهر كمان هات شيء محدد فالتحديد بحدد شو اللي بدي شو بدي يصله من هالهدف اتنين قابل للقياس مش جربل أنا ما عمقول بدي جيب ألف لايك بدي بيع عشرة آلاف وحدة هدول فين يعدهم بنهاية المدة أنه قديش حقاية منهم هلو وصلت للشيء المطلوب ولحقاية خمسين بالمية منه سبعين بالمية منه جاوزته أنا كنت قيلت بيع عشرة آلاف وحدة بعت خمساشر ألف مو مشكلة يعني الهدف ممكن أنا حقق جزء منه ممكن حققه وزيادة غيره قابل للتحقيق قابل للتحقيق مو أنه والله بحكي شغلة من كوكب المريخ يعني مثلا أنا عم حط منتج جديد قلت بدي هات خلال أسبوع بيع مليونين وحدة طيب معقول بيع مليونين أطعب أسبوع لسه العالم ما بتعرف في الاسمي خاصة زماركة جديدة فهم بدي لما حط حط شغلة محددة قابل القياس قابل للتحقيق مو والله كلام هيك بس أنه حط هدف لعلى التعيين ذو صلة الموضوع ذو صلة بالموضوع الهدف بيكون متعلق بالحملة التسويقية بالمنشورات اللي عم حطها كيف يعني ما بحط أنا منشورات عن تاريخ الشركة نحن تتأسسنا كان عند انتخابات مجلس إدارة جديدة بتغير مجلس إدارة نشرت أرباح السنة الماضية وبقول بديزيد مبيعات هاد المنتج من وراء هاد المنشور المنشور إذا ما له علاقة ما بستفيد منه فهي المقصود بذات صلة آخر واحدة محددة بوقت هي مو الشي لما أقول الأهداف قلت الهدف جيب ميت لايك خلال أسبوع بيع عشرة علاق وحدة خلال شهر دائما بحط الله وقت ما بخليها مفتوحة مو الله بيعيب بيع مليون وحدة وخلص بيع مليون وحدة إنت ما تحقق هذا الحكي غير غير واقعي أنا بحط مد من شان بعدين بيشوف هل تحقق الهدف تبعي ولا لم يتحقق فأول شي أهم شي صياغة الأهداف صياغة أهداف الحملة المفروض تحقق هالخمس شروط كل هدف ولاحظوا عنه الأهداف يعني ممكن ما يكون أنا عندي هدف واحد من الحملة كل هدف فيهم دو يكون هدف محدد وقابل القياس وقابل التحقق ويوصلوا بالموضوع محدد بيه وقت بعد ما حدزت أهدافي باختار المنصات المناسبة شو أعظي بالمنصات المناسبة هل أنه هون نحن عم نحكي عن شركة التواصل الاجتماعي طيب أنا أزبدي إنشر عبارة عن صور وكتابات علي أكيد هون ما في إنشرة عن طريق اليوتيوب اليوتيوب شركة التواصل الاجتماعي تستعمل فيديوهات فقط صور أنا في إنستغرام فليكر إنستغرام فيسبوك ممكن حتى أبعدك كرابط بتويتر طيب دي أبعد فيديوهات فيديوهات ممكن يوتيوب فيسبوك أبعدك كرابط بتويتر من اليوتيوب المنصة أول شي بنتناسب نوع المنشور بيحطه إذا أنا بدي نشر منشور نصي كتابات طب كتابات هاي ما فيني حطة باليوتيوب ما باعتمد على الإنستغرام ولا فليكر لنشر نص هاي بيستخدمها حصة عن فيسبوك أو تويتر بس ما بيكفي المنصة بس على نوع المنشور اثنين على نوع على الجمهور المستهدف كيف يعني مثلا أنا عندي منتاج بدي سوقه لمراهقين طيب مراهقين غالبا مراهقين ما بيستخدموا اللينك دين كواسية للتواصل اجتماعي ما فيني يختار اللينك دين للتواصل معهم متقاعدين ما فيني يختار اللينك دين إلو إلا اللينك دين منصة أعمال غالبا بيستخدموها الأشخاص بيسر العمل بين فترة و تانية بغيروا أعمالهم من شان أول شغلة بتنشاف قبل مقابلات العمل فالصغار كتير كبار كتير ما بيستعملوا هالمنصة كتير المنصة يجب أن تلائم جمهور المستهتف و نوع المنشورات اللي بيحطتهم من الحملة تبعي ثلاثة تخطيط إنشاء المحتوى المناسب التخطيط مثلا أنا بدي حط عشرين منشور ضمن الحملة التسويقية ما بنشورهم كلهم واربعات خلال خمس دقايير أنا قلت حملتي مثلا تستمر لي خمس عشر يوم طيب بحط مثلا اليوم منشور بكرة منشور بط اليوم بعد بيومين بحط منشور إلى آخرية بس هون التخطيط إنه حدد المدى تتبعهم قديش الفاصل بين منشور وآخر كل واحد شو بيضم شو محتوى هل هو صوت هل هو صورة هل هو فيديو هل هو نص فقط تحدد المنشورات بحطوا عندي وبحدد مواعيد نشرة فهي خطط المحتوى وانشأته الانشاء ممكن حتى المنشور نفسه أنا عيده أكتر من مرة فبيحدد كم مرة بيعيده إذا بد هل منشور بيدينشره بأكتر من شبكة شو الشبكات بنشر عليها هل منشور بدينشر منشور نفسه بثلاث شبكات بأربع شبكات هل بدينشره بنفس الزمن ولا مثلا اليوم نشرته فيديو اليوم نشرته على اليوتيوب بكرة بحطه على الفيسبوك بكرة بنشره على تويتر مثلا أنا بحط هدول بالنهاية عمقول تقطيط من عندي يعني مو شيء إلو قاعدة بس بالنهاية أنا مشان أكون مخطط شو بدي يشتغل وخططه من البداية بس براعي دائما من ناحية التقطيط وإنشاء المحتوى أن المحتويات بوسائل تواصل اجتماعي عادة أنا بقسمها تلت تلات تلت المحتويات تستخدم للترويج أنا برويج للماركة التجارية تبعي أسماء منتجاتي أنا عندي هالمنتج بيعني هالشغلة هاي ما بحط كل منشوراتي ترويج وإنما التلت فقط التلت الثاني بحط أصص أو أفكار لأشياء متعلقة بمجال عملي ممكن شركات صديقة شركات تعمل بنفس المجال متكاملة معي بحط أنه يحطوا هنا منشورات شخص استخدم منتج من عندي مع منتج من شركة تانية شو وصل لفائدة زيادة عن لو استخدم منتجهم لحاله ومنتجي لحال إلى آخره هذول بختار أصص بالتلت مو هي تسويق كامل لمحتوياتي وإنما الأشخاص المؤثرين بهالمجال وجربوه وواد هذا المجال شو عندهم أصص أو أفكار للتحسين لو ما عندي هذا المنتج مثلاً أنا عم بي هلأ موبايلات لو فرضنا الموبايل أنا هلأ زلطفيته أول ما عم بيشعله عم ياخد عشرين ثانية إجا واحد قال نحن نفضل لو الموبايلات سير لا يطلع خلال خمس ثواني هاي قصة هو عم يحل عنا أنا ممكن إنشرة أول نحن حنحط بالخطط اللاحقة نحاول نحط نصد منتجاتنا لهالميزة ولكن ما شغل تكون عندي هي قصص حول المواضيع التي تهم أو متعلقة بنجال عملي التلت الأخير هي التفاعل هاي قصة لتعليقات الأشخاص تواصل معهم كل من ينجرب المنتج أو الخدمة شو عنده ملاحظات إذا جيدة ولا سيئة يشاركها معنا إذا عنده ملاحظات سيئة مشان نتلافاها نربد عليها إذا عنده ملاحظات جيدة من شان هو نشرها قدام العالم كله يشوفه شميزات منتجي هذا كله بيتعلق بتخطيط وإنشاء المحتوى المناسب بعد يجب إنشاء حملة تعقب أو حملة تتبع شو المصود بحملة التتبع مثلا أنا قلت الحملة التسويقية تبعي الهدف منه اصل لمبيعات بيع تلاف منتج خلال شهر أنا ما بستنى والله اللي يخلص الشهر أنا آي العشرة آلاف بعد شهر طلعت بعد شهر حالي بايا سبعمية ماته هون فشلت الحملة التسويقية حملة التتبع أنا آيل خلال شهر ممكن أقول خلال كل ثلاث أيام بدي أخد تقرير شو صار تفاعل مع هي ناشحة ولا لا منشان إذا لقيت مشاكل فيها بعدل ضيف منشورات بعدل المنشورات اللاحقة مو قلنا إحنا تخطيط إنشاء المحتوى قطيت منشورات دي الحق بدي نشرها لاحقا ممكن لقيت نشكري بأول منشور تلافاها بالمنشورات اللاحقة فهي فائدة حملة التتبع هاي حنشوف بعدين فيه هلا برامج هاي شغلتها مثل هوتسوت أو فيه مجموعة برامج أنا بشترك بأحد هالبرامج لتراقبلي الحملة التوقية تبعي وآخر شغلة تقييم أداء الحملة تقييم أداء الحملة هاي أنه أنا بس انتهيت أنا كنت قاية الحملتي لمدة اسبوع لمدة 15 يوم لمدة شهر خلصت هالمدة كنت حاطت أهداف تشوف هاي الأهداف أنا شو حققت منها هل حققت الأهداف بشكل كامل جاوز الهدف المحطوط حققته زيادة ولحققت 10% منه 20% منه اللي هو ليش إذا كنت أنا محقق أهدافي بشكل كامل فمعط حملة التسويقية كان تخطيط سليم وفيني اتبع نفس الأسلوب في التخطيط بشكل دائم للحملات التسويقية بينما إذا كانت ما لي محققها 100% محقق 30% 10% 50% بدي شوف وين كان المشكلة وشو الشغلات فيني حسنة بالحملات التسويقية اللاحقة ها تقييم أداء الحملة في عندنا مجموعة أشياء مثل اختبار تقسيم أدوات تحليل أدوات عداد تقرير هدول هنصل السادس بالكتاب آخر شي هنشوف هاي الأدوات كلها تقييم الأداء هو آخر شي التحليلات والرؤى تهدف لتقييم أداء الحملة بس هاي العناصر كلها جميع هذه العناصر أنا بحط من شان تكون حملتي التسويقية متكاملة العناصر وإذا قيم ها أعرف هل هي نشحت أو لا لهون في شي أسئلة لأنه إذا ما في أسئلة هلأ المفروض حينتعل للقسم العملي القسم العملي ما حتشوفه معظم شغلات تعرفوها اللي هون أول شي طيب قيود على المشاركة هلأ هون قيود المشاركة أحب شو أصدك فيها قيود المشاركة أكيد بقيد الحملات إذا كان في قيود بس القيود شو هي غالبا أنا بسابات الأعمال مثلا خليني أخذ كمثال فيسبوك أنا أخذ عم بعمل حملة السوقية على الفيسبوك نشرت منشورات بنتبه أنه منشورات تكون عامة ما بحط فقط للأصدقاء ليش أكيد هلأ ناخش نش الفيسبوك ليش ما بحط الأصدقاء مشكلتي عادت النشر بالفيسبوك بياخد تقاطع المجموعة اللي أنا نشر لها و المجموعة اللي منشورة إلي بالأصل بمعنى إذا أنا أخذت منشور من أحد الأشخاص هذا المنشور هو نشر لأصدقاء أنا عدت نشره إذا عدت لأصدقائي ولا عدت عام بياخد المشترك إذا عدت لأصدقائي بياخد بس الأصدقاء المشتركين عنده وعنده بيشوف هو أما كان عنده عام لما بنشر بينتشر لجميع اللي أنا نشر لوني فهم ينتبه دائما أنا أنا بسوق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنه منشوراتي تكون عامة ما كون محدد من اللي يشاهدوها هلأ بالفيسبوك ما عندي مشكلة طول النص لو طول كتير بيكمله وبتلاقي فيه continue reading أساسا النص طويل هاي شغلة ثانية أنا بدي يكتب نص طويل عم بعمل حملة تسويقية ابعت منشور خمسة صفحات مع هيئرات غالبا منشور التمعي بده يكون لا يتجاوز الصفحة الصفحة في صور أو فيديوهات مع الكتابي فبهيك حالي أنا أسدي منشور طويل مقالي ممكن حطه بموقعي وحط رابط إليه اتفضل أستاذ سامير خلينا شوف شو اللي بلك يا بس الخير أستاذي يا هلا صوت واضح مبارس صوت واضح أنا كنت مستلم إدارة أحد الأحوات لأحد الشركات كنت موجود بالعراق فكنا ننزل بوستات بشكل أسبوعي معدل بوستين أو ثلاث بوستات عبارة عن صورة وفي داخل الصورة في جمل ترويجية نصوص ترويجية شي عن تغيير الأسعار وهالأصوص في بعض البوستات كانت سياسة الفيسبوك بهالموضوع كتير أحد إذا كتبت خمس جمال داخل الصورة فيكتب لي إنه هاي الصورة لا يمكن نشرة بسبب إنه فيها نص طويل فما بعرف هاي القصة شون بدنا نتعامل معها مستقبلا في موضوع النشر على الفيسبوك من واقع في برتاك طبعا فأنا أضطر غير تصميم الصورة كل يات وقال للنص اللي موجود على الصورة حتى يقبل إياها الفيسبوك أهلو هاي هاي هلأ هون تمام يعني هلأ عادة منشور التسويق يكون طويل كتير أنا أنا أحط منشور طويل إذا كان حاطة مقالات يعني قلنا في عنا ترث المنشورات بدي أخذها عن مقالات اللي هي يتهدف إلى مروا في هات المجال ماشي هيك شغلات ممكن تكون طويلة ولكن شغل تسويقي إذا كان طويل العالم حت مل ما حت إقراه يعني كمان هي شغلة أساسية لو قبلها الفيسبوك ليش ما عمي قبلها ممكن تكون الصفحة كمان اللي عاملها صفحة شخصية هلو بنا نحكي عن أنمو الصفحات الفيسبوك الصفحة إذا كان الصفحة كانت صفحة تجارية عبارة عن صفحة شئات لشركة تمام احنا كنا نكتب نص قبل البوست ما ينزل يعني نص كتابي قبل الصورة عبارة عن سطر وداخل الصورة يكون في شرح حملة ترويجية مثلا تخفيض أسعار نوين الفروع الموجودة تبعتنا في البلد فلما يكون كمية الكتابة النصية اللي موجودة على الصورة كبيرة ما يقبل الفيسبوك فانصر نزلها في هاشتاجات قبل الصورة يعني بالنص اللي مكتوب قبل الصورة في البورس فهي أنا هذا تساؤل اللي كان بالبداية هذا الموضوع سياسة الفيسبوك شوي بتحد في موضوع نشر بالصور شغلة ثانية أنا نشر فيديو فيه مقطع صوتي باكجراون باكجراون ميوت حظروا فبيحظروا نقول لي إنه هذا الباكجراون اللي هو كوبي رايت مثلا طيب فهي خاطر اللي بتلبك شوي أحيانا في موضوع الترويج والاستخدام في موضوع التواصل مع المستهلكين بالتسويق الحملة التسويقية هلأ هون أول شغلة من ناحية النص الطويل مع الصور ما بعض شو المشكلة هلأ بفتلك على صفحة مشروع الـ ISDL في سوريا بالجميع المانوماتية في منشورات نصية أنا حاطط أكثر صفحات لما عم بشرح عن دورات جديدة شهادات جديدة ومع صور لهذه الشهادات فكان منشور طويل وانتشر معي في فيسبوك شو المشكلة اللي كانت ما بعض بدي شوف ممكن هذا أما من ناحية حقوق الملكية في عندك فيديو هاتشك العام حتى اليوتيوب إذا بتحط شي محمي له قوانين حماية جباري بيمنع لك حتى لسه في شغلة أسوأ هلأ اليوتيوب بسياسة تسويق تبعهم إذا أنت حاطت فيديو على اليوتيوب بتحط بالمنشور تبعك رابط ثلاثة عمي لشي بتلاقي موظم الصفحات تلجأ إلى هي ليش الهدف زيادة تسويق فيديوهات الفيسبوك بدهم ياك تنشر الفيديو عندهم وليس على اليوتيوب في عالم بدي لأ قناة اليوتيوب بضل شغالة شو بيعملوا بتلاقي شارح لك محتوى الفيديو وبيل لك الرابط طبعه في التعليق الأول هيك بيطلع يعني الرابط التعليق الأول مقصود العالم عم تحطه منوز نشاتر التعليقات لأنه إذا حط رابط يوتيوب بصفحة فيسبوك بصفحة تجارية لو فرضنا عندي عشرة آلاف مشترك ممكن هذا الرابط ما يطلع لألفين عام ثلاثة بينما إذا بتحطه ترفع الفيديو على الفيسبوك بيشوفوه الكل أو وحطه كرابط بالتعليق فهون أي في قيود أكيد في قيود معظم القيود عم تكون بيشوفوه المنافسة بين الشركات يعني الفيسبوك ليش حطوا هي شغلة يقللوا ظهور روابط اليوتيوب منشان يزيدوا استخدام الفيسبوك فيديو فإنه منشان يزيدوا استعمال منتجهم حاربوا المنتج المنافس هاي الطريقة اللي استعملوا فمن ناحية القيود أكيد في قيود بس عمل لك من ناحية شغلة مص ما بعرف شو كان المشكلة بهذه المنشورات ولكن أنا مجربة وعمل لك هلأ ممكن نفتخ الصفحة بأرجيك بعض منشورات صفحتين أو ثلاثة مع صور ومنشورة كاملة ما في أي مشكلة ما واجهت منظل على الفيسبوك شغلة طول بواجه أيام أنه حطيت أنا الصورة بلا هذه الصورة إلى ملكية فكرية منعني هذا المحتوى هذا أيام ممكن ناشر فيديو لشخص ثاني يقول لك هذا الفيديو مزيف يلغي إقراب اتبعه يلغي هذا يتضمن معلومات غير حقيقية هاي إيه بس من نص ما شفتها صبع أنا مرت صورة محطوط فيها المينيو تبع الشركة يعني البرودكت لستبعته مع الأسعار فرفضي ما يعني عبارة عبارة عن أربع صفحات تقريبا مكتوبة والمنتج مع السعر جنبه فقائمة طويلة فكتب لي أنه نص طويل لا يمكن نشره خلال بوس هذا أنا بنقول لك الشيء اللي صار معي نحن الغاية من طرح هالفكرة أنه نحن نعرف شو المقيدات اللي موجودة بالفيسبوك ونحسن نتحايل عليها أو نتعامل معها بطريقة تتوافق مع الشروط اللي لازم نتبعها في النشر على الفيسبوك هي هاي الغاية من طرح الفكرة أكيد عمل لك أنا من ناحية النص ما بركس هون ممكن بسبب الصورة يعني تقول لي في صورة منون طيب هلا هون بيعتبرها هاي كمان حقوق ملكية فكرية أول شي تكتثبت أنه أنا هاي الصفحة تابعة لهذا المطعم أو هذا المحل أو كذا ونحنا عندهم لهشي نحنا سمعين بنشرة صفحة الشركة نشرت عليها البنيو بس هاي أول شي بدأ تكون الشركة أنت حامية حاطة شعار الأزرق يعني بعت لإدارة الفيسبوك شيء يثبت أن بي صفحة عن جد لهي الشركة إذا هن ايوه إذا هن ممك دينا اعترفوا هاي مشكلة في هديك الشركة بركي أنت هلا أنا بأعمل هلا صفحة فيسبوك بسمية وزارة التربية بتخليه فيسبوك وبنشر تيجي على مثل لك والله صفحة وزارة التربية نشرت هيك طيب أنت تتأكد مع جبهي وزارة التربية هي هي كيف نعملها هي أنه نحن نعمل تسجيل في جوجل نعمل تسجيل في الفيسبوك هدون أول أول شغلة في عدد للمشتركين ما نذكر لحد الأدنى أنه بيكون عندك 2000-3000 مشاركة عشر تار تأكد من الرقم أنه في رقم بيكون حد أدنى تبعث لإدارة فيسبوك صور عن ترخيص الفعالية تبعث مع اسمها مع هلأ أنت رابطة أكيد إدارة صفحة فيسبوك مربوطة بشخص طيب هذا الشخص شو صفته بهالهيئة بدي كمام ورقة مخدومة ختم الشركة أنه هادي يعمل عننا بالتسويق كذا تبعث لهم صور ممسوحة على سكنر بهي المستندات بتلاقي طبيعي براسلوك بيطلبوا كم شغلة زيادة التأكد أنه والله ممعوب فيها بسكنر الوسائق بس تأكدوا منا بتلاقي على صفحة حتى على السوق طلع هاي شعار صح الزرع التي تعني أنه هاي الصفحة مؤكدة أنه هاي الاسم عن جد هو صاحبة وقت أي شي فيه اسم الشركة ما حين نعو تمام شكرا لك سازي يا هلا ساز سامير هلا إذا نرى فيها سئلة نتابع بالفيسبوك هلا بالتواصل اجتماعي في عنا شيء يدعى الملف الشخصي الملف الشخصي هو حساب مستخدم الفرد أو شركة أو مجموعة على مصة التواصل اجتماعي يعني بالفيسبوك أنا بس افتح على صفحة الفيسبوك بديله أنشئ حساب أول شيء بعمل الحساب هاي صفحة الشخصية ما بطلب مني شيء غير اسمات كنيتك ايميل أو رقم تليفون كل ما تسر لدك ياها نعمل للشركة حنشوف بعدين بعمل شركة اعمال بنفس الطريقة ولكن يضف لها الشركة اسم الشركة عنوان رقم تليفون الى آخر مجموعة هادو بشكل عام حساب الفرد أو الشركة أو المجموعة يدعى ملف تعريف بالملفات تعريف ضرورية للعلامات التجارية مو والله انا بيجي باسمي الشخصي انا عامل شركتي مسمية شركة اي بي سي ما بيجي والله انا عم سوق لها بصفحتي على الفيسبوك صفحة يوسر حجازي عم سوق لأ بي سي لا بعمل صفحة تابعة ل باسم النشاط التجاري الخاص في ملف التعريف بيعرض معلومات عن نوع علاقات الفرد مع الآخرين شو يعني هون لما بنحكي بالشركات بنحط مستوى شركتهم مساهمتهم في مختلف مبادرات مشاريع مجتمعات محادثات سمعتهم شو يعني انا بشركتي مثلا اجيت عم بدعم هلا جمعية احدى الجمعيات مثلا جمعية التميز في كفاءة اليتيم رحت انا بدفع لهم تمرعات دائمة هني اللي يصرفوها لرعاية ايتام بدفع لحظ النعمة بدفع لكذا بس بحط انه نحن في شراكة بيننا وبين هالمؤسس مفضل رو اقول قدش تبرعها هي مو دلعاية انه روالا عم بدفع ورات كيفين يقول نحن عم نرعى بعض الخدمات طبيعي ما بول كمنشور تسويقي انا عم برعى هدول بحط غالبا رسالة شكر من هدم ان نشكر هدول لمساهماتهم وبنتبه ضروري انه ماين حط شو قيمة المساهمات انا ما هون مو والله بيقول لهم قديش عم بدفع شو هون انا بشتغل خير غير هي انا رعاية احداث فلان وزعنا الجوائز هل هون ماشي حدث رياضي فين يقول وزعنا جوائز للفريق اللي احد المركز الاول اللي هو هذا الفريق الفريق اللي اخذ مركز ثاني الفريق اللي اخذ مركز ثالث الى آخر هدول بيحددوا مساهمة الشركة في المجتمعات هاي الاشياء ضرورية في الحق بحساب الشركة نحن شو عم نساهم بالخيارات المجتمعية الثانية قد تكون تبرعات قد تكون تدريب انا مجال عملي هلا جميع تدريب موارد بشرية انا بالنسبة الي عم زو تدريب مجاني لعدد من الاشخاص ممكن حطه بصفحتي اشخاص بالبحث عن عمل وبيلاقي ان يلاقوا اعمال تناسب خبرتهم ودراستهم وهوا هاي الاشياء بحطه بملفش تخصي منشان العالم تعرف انه والله انا مو بس هدفي ربحي مية بمية في شغلات عن برعاها هاي دائما تعتبر من مجال دعاية مبطنة حتيجي بعدين الرعاية بمجال الرعاية تعتبر لما اقوم برعاية اي شي له فائدة للمجتمع هاد يعتبر دعاية ولكن دعاية مبطنة انا ما عم بدفع اعلان انه شوفه منتجاتي انا ما ذكرت منتجاتي حطيت المركة التجارية تقوم برعاية هدول بالتبرع له بس هاي نشرت الاسم تبعي من شاء العالم بعدين لما بيحط اعلان يقولوا والله هالاسم ممنيح هالاسم بتعامل مع هدول الى آخر هلأ فيسبوك مثلا ما شرط بس فيسبوك بشبكات تواصل اجتماعي عنا اربع انواع لملفات التعريف في فرق بيناتهم هالأربع انواع لشوي يستخدم كل واحد فيهم اول واحد الحساب الشخصي الحساب الشخصي هاد بيستخدم التواصل مع العائلة والعبقاء ممكن زملائي العمل هاي حسابات فيسبوك الشخصية غير معا تكون انا عملت صبح على الفيسبوك ضايف رفقاتي ضايف عيلتي ممكن ضايف زملائي في العمل بحط مثلا طلعنا رحلة بالشغل حطيت صور للرحلة اخدت شهادة شخصية لتلعام مع خصاص شو يعني انا هون مثلا بصحتي الشخصية حاطت حاطت منشور معايدة بالعيد ايه هات فين يحط الخصوصية تبعه عموم مين مكان من شوكي الاجتماعية مسموح يشوفوهم حاطت منشور ثاني صور رحلة طلعناها بالشغل هاي ممكن ما بدي كل العالم تشوفها بدي بس اصدقائي اللي انا بعرفون او ارتباطاتي على الشبكة الاجتماعية اللي هن قد يكونوا اصدقاء زملاء اقاري فهي بنشرها فقط للارتباطات موجودة على اختلاف اسمها الارتباطات ليش عمو الارتباطات هي باللينك دين اسمها روابط بالفيسبوك اسمها اصدقاء بتويتر اسمها اتباع باليوتيوب اسمها مشتريتين انه بتقال الى اسم ولكن هذول الروابط بشكل عام شو ما تسموه تحدد مستوى خصوصية في رسه ايام مثلا نشرت جاني ولد جديد هاي حتى ما بدي زملائي يشوفوا ممكن تحدد انه هاي بس افراد العيرة ورفقاتي المقربين يشوفوا فبالملف الشخصي انه الخصوصية بتكون على مستوى المنشور كل منشور بحط له خصوصية شكل بما يتلاءم مع هدف صفحتي مع معارف مع العالم نضيفهم كأنه كروابط بها الصفحة شو بجان نشوفوا النوع الثاني ملف الاعمال هاي اللي نركز عليه كتسويق هاي تستخدمه الشركات والشخصيات العامة الشركات اي شركة بدأتسوق لمنتجتها بتعمل حساب عشبكات تواصل اجتماعي بيكون حساب عمال وليس حساب شخصي والشخصيات العامة ممثلين سياسيين الى آخره هدول طبحات الا اعمال بنتبه انه غالبا معظم المنشورات بحطة عامة ما بدي نشور والله منشور يشوفوه ميت مشترك وميتين مشترك وألف مشترك انا بالعكس بدي العالم اذا ردت شركته وشاركته مرة تانية كل مزاد عدد اللي عميشوفوه المنشور اللي عميحطوه أحسن ديادة دعاية إلي كشركة كشخصية عامة فهون هون بالأعمال غالبا بدي حط المنشورات عامة بملفات الأعمال في خيارات ما موجودة بالملفات شخصية مثل خيارات الاعلانات وخيارات التحليلات شو هدول الاعلانات شو هي التحليلات الاعلانات أنا بدي يطلع اعلان منشور اعلان مدفوع مأجور للمنتج تبعي هات صفحات تعمل بجال واحدين ثلاثة مو بصفحتي بحدد له صفحات شو المجالات اللي تشتغل فيها بسيدي يطلع اعلاني بصفحات أخرى الصفحات شخصية ما فيها خيار انه انشئ اعلان وطلوب قدر فيسبوك تنشر لك يا بصفحات حبدد أنواعها نين تحليلات تحليلات مثلا بالفيسبوك حيكون اسمها رؤى تحليلات والرؤى هاي اللي يحلل لي كل منشور قديش عدد الأشخاص اللي شافوا قديش عدد اللي تفاعلوا معه أسملي الأشخاص اللي تفاعلوا حسب الفئات العمرية حسب أماكن السكن حسب مجال دراسة حسب الى آخره هاي التحليلات أو الرؤى والإعلانات موجودة فقط بملفات الأعمال بملفات شخصية ما فيها هذا النوع ثلاثة المجموعات المجموعات عادة كل مجموعة بتحط مجموعة أشخاص عم يتواصل بشيء مخصص حول فكرة ما اهتمام مشترك الهم كل مجموعة لها خصوصية خاصة فيها أنا ممكن أعمل مجموعة عامة تشوف العالم كلها ممكن أعمل مجموعة خاصة ما تشوف منشورات غير حصرا أعضاء حتى أنا بحسبات الأعمال أيام بضطر أعمل مجموعة كمان مثلا لزبائني شو السبب بفرق التواصل عن طريق صفحة الأعمال عن طريق المجموعة فيه شغلات تفرق مثل شو مثلا أحد العناصر اللي ممكن أنا ساوية بالفيسبوك أني أعمل بول استبيان بحط سؤال ومجموعة إجابات حدد الإجابة الصحيحة أنه كل واحد يحدد الإجابة اللي بتعجبه ممكن حط أنا بسبب مسابقات ممكن حط استبيانات لشوف شو رأي العالم بمنتجاتي ممكن لأي سبب بس بس بحط هيك استبيان الاستبيان لا يمكن إنشاؤه بالفيسبوك مثلا بصفحة شخصية ولا بصفحة أعمال يمكن إنشاؤه فقط في المجموعات فلا الشي أنا حتى لو عند صفحة أعمال يفضل أعمل مجموعة وكل فترة بنشر اسم المجموعة بصفحتي قرروا بندعو المتابعين الجدود نحن في عمنا هي المجموعة نتواصل فيها حول كذا ياريت نضموا إلا نوع الرابع من أنواع ملفات تعريف هي الأحداث events شو الحدث الحدث أنه نحن بنعمل حفلة بها التاريخ بنعمل تكريم لكذا بنعمل مؤتمر افتراضي اجتماع أونلاين اللي عنده أسئلة يدخل على هذا الرابع يشارك معنا فبالحدث نحن نحن نوع الحدث مكانه تاريخه ووقته وبدعوا الأشخاص عليهم لشان يشاركوا فيه إذا كان هو حضور فيزيائي أعطيهم مكانه أن يقوموا بهالمكان يوم كذا الساعة كذا إذا كان افتراضي إذا كان افتراضي أعطيهم رابط تبعه والوقت تبعه لكي يشاركوا فيه هدول النواع ملفات التعريف في شبكات التواصل الاجتماعي ومثل نشايفين غالبا بالأعمال أنا هضطر أعمل لثلاثة التانين صفح ملف تعريف أعمال ملف مجموعة وأحداث الشخصي لحاله الباقي غالبا بأعملهم كلهم فيه سؤال على أنواع ملفات تعريف أستاذ رفحات أنت معزول ما في مشكلة طيب أنا ما بدي أعمل ملف تعريف في أشياء ضروري انتبه ل لما بدي ساوية ليه أول شي خارية البيانات بنتبه أنه بياناتي عبية بشكل صحيح كامل خالية من خطاء الملائية ليش خالية من خطاء الملائية أنا فايب على صفحة شركة شفت صحيح باعهم عبية أخطاء ملائية أو شوية الشركة اللي ما عرف يكتبه ما عد بشوف منتجات هم صحيح عم قيم لغتهم البيانات عم نقول صحيحة ليش هلأ قبل شوي سؤال سمير إنه إذا أنا عامل نشاط تجاري تبعي اسمه A إجي خطيت صفحتي باسم C ما فيني يثبت من أنه هاد النشاط تجاري يعود لهي الصفحة فما فيني أحصل على صح الزرقة من إدارة شركة التواصل الاجتماعي عمو شركة التواصل الاجتماعي في سوك وكل تويتر نفس المبدأ فضروري البيانات عبية كاملة بشكل صحيح تكون تعباية البيانات بالصفحات الشخصية بحط مجال العمل بحط العنوان أرقام الهاتف إذا كان شخصي بحط اسمي تاريخ ميلادي ليش بيهمني الاسم الصحيح كمان نفس الشي في حال أنا نسيت كلمة المرور تبعي بدي استرجع الصفحة إدارة فيسبوك ممكن تصال معي لأنه أثبت ملكيتك للصفحة أثبت ملكيتك بيطلب مني بصورة كوية إذا أنا عامل والله صفحة فيسبوك تبعي بيسم ساحر ليل النمر الجارح الأسد الضاري المبعرش شو طب هادول وحيقلي أثبتها صورة الهوية ما بتثبت إن هيك اسمي إذا نسيت كلمة سر راح تعليه الصفحة فلا السبب دائما بنتبه أول شي بجميع أنواع ملفات تعريف بيانات تكون صحيحة شاملة دقيقة خارب أخطاء ملاقي ثنين الصورة الشخصية الصورة الشخصية بدي انتبه إن تكون واضحة ما تكون مبرغلة دقة ضعيفة تكون دقة طبعة جيدة واضحة مثلا خليني صفحة شخصية ما بيجي بتصور وما أنا لامس بجامة حاططة أي واحد بفوت على صفحتي شو هذا ما أنا مهتم إنه يكون لابس أوائي مرتبة لما اطالع بالصورة بالعمل ممكن يجي الصورة الشخصية ما تكون صورة حاطط اللوغو مع الشركة بس كمان بدقة جيدة ثلاثة اربط حساباتك حساباتك ببعضها أنا عندي صفحة موقع إنترنت ويب ويب سايت عنا حساب على الفيسبوك عنا حساب على لينكدين عنا حساب على تويتر عندي حساب على الإنستغرام عندي قناة على اليوتيوب بصفحة فيسبوك بذكرهم كلهم بقول إذا بتحبوا تزورونا نحنا عنا كمان صفحة الويب عنوانة كذا حساب إنستغرام حساب تويتر كذا نفس الشي بهذهك الحسابات بتويتر بذكرهم كلهم بالإنستغرام بذكرهم كلهم باليوتيوب بذكرهم كلهم بحيث إنه إذا واحد فات على أي حساب شبكة اجتماعية عندي يعرف جميع حساباتي الأخرى بالإضافة لموقع الويب سايت الخاص في بعد يبقى على تواصل بمعنى مو أنه والله أنا بس فادح صفحتي للنشر يظل تابع عن القولي العالم ورد عليهم مو خلص مو أنا عم بنشر وخالص بد يحاول رد عليهم ورد عليهم بسرعة إذا كان استفسار جاوبوا إذا واحد عاطيني تعليق سي ملاحظة سلبية رد عليها بسرعة بحيث إنه مثلا ممكن شكرا إحنا ملاحظتك أنت لفت نظرنا لهذا الموضوع إن شاء الله هنتلافاه بسرعة وحنصلح هاته غلط أو بتلو غلطه بأنه والله إنت عم تتهجم تهجم كتابتك غير صحيحة بس المهم ببقى على تواصل بدي تابع كل شي تعليقات تنكتب عندي رد عليها واحد واحد بعد انشر المحتوى الجيد يعني دائما بحط منشورات لإلى معنى ما بيجي يلا في عالم كثير صفحاتهم شخصية ولا طلع بي سي آر تبعي إيجابية هلأ جوعان ناوي سافر هلأ دخل إلى مطعم طب هات الحاج يشو يهمني حاولوا دائما نتكل منشورات ذات معنى ذات صلة يكون إلى معنى إذا كانت شغلات تجارب شخصية ناشر صور ناشر شيء بس شيء موهي بلطعمي أو مقالات بمجال عملي حاطت روابط لمواقع مفيدة بالمجال عمشتغل فيه إلى آخر بعد استخدام الهاشتاغ الهاشتاغ عم يترجموها بالعربية علامة تصنيم في أول واسم المزدوج حسب المترجم الهاشتاغ علامة تصنيم في أول واسم المزدوج شوف فائدته ليج عاديين يستعملوا في شغلة هلأ بمحركات البحث بيشوفوا اسبوعيا شو أكتر هاشتاغ منتشر شو العالم عم تبحث عنه فلما استعملوا صار العالم بمحركات البحث إذا بحثت عن هات بطلع فيه خاصة أيام في بسم المترجم الهاشتاغ الأكثر استعلم في هذه الفترة إذا كانت منشوراتي متعلقة بهالموضوع حاطه لشان يطلع بنتائج بحث أكتر ممكن في عالم اجداد كانوا عم يدوروا عن طريق محرك بحث عن الهاشتاغ هات طلعت صبحتي اطلعوا مجال عملي عجبهم صاروا يتابلوا صبحتي بزيادة فاستعملها بالمنشورات الهاشتاغ كل منشور بحط له هاشتاغ واحد ولا أكتر ما بعرف حسب شو المقال شو أنا ممكن كاتب ثلاث سطور بهالمنشور هالثلاث سطور تحكي عن أربع واضيع مختلفة أو تتعلق بأربع شغلات بحط أربع هاشتاغ تحكي عن شغلة واحدة كل ما يتعلق بالهاشتاغ بس كمان ما بحط هاشتاغ مزيف أنا عم بحكي عن شي بحط هاشتاغ لأنه منتشر بكثرة الفترة لا هاد هاد بيقلل المتابعين يقول له هذا كذاب عم بحط هاشتاغ وما عم بحكي عم بحكي عم بحكي آخر شغلة مهلا ضبط عدادات خصوصية خلق لنا عدادات خصوصية هاي بتهمني بالحسابات الشخصية أنه حدد منشوراتي هل هي عامة هل هي الأصدقاء فقط هل هي لمجموعة من الأصدقاء فقط لمجموعة محددة من الأصدقاء بينما بالأعمال التجارية غالبا بدي ضبط عدادات الخصوصية أنه دائما كل شي أنا بنشره عام أنا لما بدي انشور لشركتي كل مزاد العالم اللي عم تشوف المنشورات كل مكان أحسن إلي تسويق أنجح لما بيصلى عدد أكبر من الناس فدائما الخصوصية بفات الأعمال بيخليها للعموم بينما الصفحات الشخصية هاي أنا حرفية وحسب المنشور اللي أنا بحطوه في سؤال لهون في هذا أضع من الهاشتاك لفي المصر لا هلأ مو يعتبر روبوتي ولكن مشكلت أنا كاذب ثلاث تسطور طيب ثلاث تسطور كحد أقصر عن كم موضوع عم بحكي حطيت ثلاثة أربعة هاشتاك ممكن أنه حطيت مثلا أنا حط هالأعلان هيدا للتسويق خرقاني حطيت هاشتاك نشتاك الماركتينج حطيت هاشتاك مؤسسة إدارة موارسة بشرية باتبع هي نظمته حطيت هاشتاك باعتبار عن طريقة هاد الموقع أخدناها ممكن حطيت هاشتاك ل ICDL باعتبار هي إلى امتحان ICDL بس أكتب من هيك شو دي حط هاشتاك ما عاد إلى علاقة بهالفكرة أي شي تاني عم حطه صار سلبي حط الأشياء التي تتعلق بالمنشور فالعدد العظمي هون بيتعلق بالمنشور نفسه أنا كاتب منشور صفحة ممكن يصل الهاشتاك عندي للسبعة ثمانية بس غالبا ما بيكون أكتر من هيك يعني كمان بديع تحط له 30 هاشتاك وليسه هو الأحسن بالهاشتاك لما عم بكتب مقال تكون الهاشتاك ضمن النص مو بآخره يعني الكلمة اللي بدي اكتبها مثلا لو فرضنا أنا بكتب هالشريحة اللي قدامي بالبوربونت أنا بدي كلمة الهاشتاك تطلع بحط قبل رمز الهاشتاك بحيث أنه هي ضمن النص تبعي مو محاططة بآخر الصفحة هاشتاك كذا هاشتاك كذا هاشتاك كذا هذا بالعكس بيرفع تصنيفي أكتر لما تكون الهاشتاك مضمنة ضمن المنشور نفسه مو محطوط بنهايته ثم في سؤال ثاني طيب هلا بعدا في عندي قسم عملي اللي هو إنشاء صفحة وإنشاء صفحة أعمال وإنشاء أنواع منشورات عليه وكذا وفي عندي أنواع التفاعلات هاشوف أنواع التفاعلات بعدين برجع زى العملي ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية تحتوي على اسم أنا شو المجال اللي عم بيشتغل فيه شو اسم الشركة حطيتها اسم المستخدم شو بيفرق اسم العمل أو عن اسم المستخدم اسم العمل اسم الشركة أو المؤسسة أو النشاط التجاري الخاص فيني طيب بالصفحة الشخصية ما في اسم للعمل في فقط اسم للمستخدم شو اسمي الشخصي بصفحات الأعمال في ضرورة حط اسم مستخدم لا غالبا اسم المستخدم بحافظ على اسم العمل أو قد يكون اختصار لأسم العمل لأن اسمي طويل حاط اسم المستخدم أسر شوية صورة شخصية قلنا قبل ضروري تكون صورة شخصية قاضحة بدقة جيدة محتواها جيد رابط الموقع بصفحات الأعمال ضروري يحط رابط موقع هالشركة بصفحات الأعمال أنا ممكن كحساب شخصية أنا ما عندي موقع تسعى المتغنية ما في شي اسمها رابط سيرة شخصية هاي وين ضرورية بالحسابات الشخصية سيرة شخصية شو مصود فيها تاريخ ميلادي دراستي خبراتي السابقة هدول ضروري يحطون بحساب لينك دين مثلا ليش لينك دين هاد يستخدم بالتوظيف والبحث على الأعمال بينما بغير شغلات ما ليمضطر حطهم ولكن إذا حطيتهم مو غلط يعني فيسبوك فين يحط صيرة شخصية بس ما في ضرورة إذا أنا هاي الصفحة آخلة بس للتواصل مع نفقاتي وحتى ما ليحط مثلا أنا طابع كروت شخصية ما ليكاد الاسم صفحتي على الفيسبوك عليها إنه ما في ضرور حط صيرة شخصية هاي موجودة بملفات تعريف ولكن مو إجبار يحطه إلا باللينك دين يفضل وضعه غيرها الاهتمامات ضمن الفيسبوك مثلا ممكن تحط أنا نوع الموسيقى المفضلة أسماء أفلام أنا فضلة أسماء كتب قرية آخر فترة هذول الاهتمامات الرياضات اللي بحب استعم العب إلى آخره كمان موجودة مو إنه ضروري حطها هلأ الخلفية الخلفية هون ضروري بصفحات الأعمال حافظ على صورة خلفية بكل منشوراتي تتناب مع الهوية البصرية للشركة هاي لقلت كمثال إذا أخذت شركتين الاتصالات في سوريا بتلاقوا أي منشور للسيريا تيل في عندي الخلفية الحمرة أي منشور للأم تي إن في عندي الخلفية الصفرة أنه إذا فيه هوية بصرية للعمل تبعي حافظ عليه بشكل دائم آخر شغلية أدادات خصوصية قلنا اللي لعنها إنه بالأعمال دائما بخلي الخصوصية عام بالمنشورات الشخصية كل منشور بحددله الخصوصية حسب أنا شو هدول عناصر موجودة بملفات تعريف للوصفات الاجتماعية هاترك هاي شريحة برجع لبات شوي هاي شريحة عميل لي إنه أنشئ ملف تعريف فإذا الشغل العملي هاتركه دقيقة مو دقيقة هاتركه لآخر شي العمليات ممكنة ب وسائل التواصل الاجتماعي قال لي أول شي إنشاء وتحديث المنشورات في عندي منشور الأخبار نيوز هاي مثلا بالفيسبوك لما أنا عم بكتب منشور نصي لما عم بكتب كتابي أو صورة هاي تعتبر منشور أخبار إذا كان الكتابة تبعي سطر والكتابة تلق صفحات إذا حضت صورة ولا حضت فيديو ولا حضت كتابة هاي تعتبر منشور أخبار هاي المنشورات العادية المستخدمة بشكل دائم موجودة بجميع أنواع الحسابات يعني بالحساب الشخصي وبحساب الأعمال بالمجموعة وبالحدث ممكن انشور منشورات الأخبار التاني الحدث الحدث اللي أنا ممكن أقول أنا بدي أعمل هالنشاط بدي أعمل رحلة بدي أعمل مسابقة بدي أعمل معرض بدي أعمل حفلة بتاريخ كذا بمكان كذا هاد ممكن انشوره ثلاثة بول البول استبيان إذا بدي أعمل استبيان هاد لا ينشر إلا في المجموعات بحط سؤال وبقول لهم شو إجاباتهم انتبهوا دائما إنهم تكون تحطوا استبيانات تخلوا الإجابات تبعها مغلقة شو أصب الإجابات مغلقة ما بحطوا له سؤال كل واحد يجاوب من راسه بحطوا لهم عدد من الإجابات يختل الإجابة الصحيحة ليش إذا أنا بحط سؤال ما بقيد الإجابات إذا تكون إجابة مفتوحة ممكن يجاوبوا عندي ألف واحد يطلعوا ألف إجابة مختلفة بالاستبيانات في خيار نقول له حل للي عم شوف أنا نسر الإجابات أنا حاطت أربع خيارات طلع معي مثلا 60% أخدوا الخيار الأول 10% خيار الثاني 15% خيار الثالث و15% خيار الرابع هاي تطلع رأسهم قداما طب إذا كنت لعد عم حط خيار ما هيطلع في نسبة آخر واحدة العرض العرض هاي موجودة فقط بصبحات الأعمال العرض إذا أنا بدي أقول والله عامل حسم بقيمة هالأد لمدة كذا أو عامل عرض اللي بيشتري هاد المنتج بيأخذ معه مجانا منتج تاني هاد هدية إلى آخره هاي العروض هالأهدول العملي هون اللي ذاكرينه بالكتاب هاد إنشاء ملف تعريف شخصي إنشاء ملف تعريف أعمال تعديل بياناته ثم إنشاء أنواع المنشورات المختلفة هاي إنشاء منشور أخبار وتعديله وحذفه إنشاء حدث تعديله وحذفه إنشاء استبيان تعديله وحذفه إنشاء عرض تعديله وحذفه تبقوا هلأ ما مشهدت العملية نكمل المظري قبل العمليات الموجودة ب وسائل التواصل الاجتماعي شو هي أول شي المنشور المنشور لمعنى عم بنشر شي إذا كتبت شي إذا حطيت صورة إذا حطيت فيديو هاي كلها منشورات اثنين التعليق التعليق طيب إذا ما بدي هاي هون مذكورين بعد كتابك أول واحد التحرير هو المقصود في النشر النشر طريقة نشر محتوى أي شي أنا جاعب علي إنشرو إذا كان معلومات كتابة صور فيديوهات مقاطع صوت روابط إذا كان جيد ولا سيء لما نشرته يدعى منشور هاي المنشورات ضروري انتبه شو عن منشور لأن أنا مجرد منشرته العالم شافته أنا بعد منشرته فيني عدله فيني عدله بس كان فيه أخطاء إملائية فيه شغلات موسيقى بدي أحسفه طيب فيه عالم شافته قبل أنا ممكن اخسرت بعض الزبائن اللي شافت هذا المنشور قبل معدل عليه أو احسفه فضروري راجع المنشور قبل ما ينشره قبل موافق عليه اثنين تعليق كومنت تعليق أي منشور بوسائل التواصل الاجتماعي فيه خيار يردوا العالم عليه يعلقوا بيكتبوه بأسفل المنشور تبعي تعليق ملاحظة مكتوبة تعبر عن رأي أو رد فعل على منشور قد تكون ملاحظة أو صورة ورد يدخلوا مستخدم أسفل المنشور هلأ هاد مع أنه وسيلة يرد على المنشور هو مقياس مشاركة المنشور ليش عندي شغلات أساسية بعد النشط تعليق مشاركة الإعجاب هدول التلاتة بيحددولي قديش صار فيه تفاعلات مع المنشور تبعي سائد أنا إذا منشوري عام إذا فيه شخص مشترك بصفحتي إما أجيب بالمنشور أو علق عليه أو شاركه أي واحدة من التلاتة بيظهر هذا الحكي لجميع أصدقاؤه لو كانوا هنا ممشتركين عندي بالصفحة فهون أنا بهمني لزياد المشاركة المنشورات التي تحفظ العالم على كتاب التعليقات عليها يمكن في وقته التاني حط سؤال المسابقة حط مثلا بس أكيد بحيث ما تكون شغلات تافهة وبحاول دائما هاي المسابقات أو المنشورات التي تحرض على التجاوب تكون تتعلق بمجال عملي مو تكون أي شيء ما دخلوه بمجال العمل بعد المشاركة شير المشاركة يمكن لأي شخص مشاركة المحتوى الموجود في وسائل التواصل السماعي مع أصدقاء والعائلة وجمهور المستهداف يمكن مشاركة المنشورات التي تم إنشاؤها مسبقا ممكن تكون مشاركة مقياسا لمشاركة الجمهور كلما زادت عدد المشاركات في منشور أو تعليق زادت عدد والعلامة تجارية شو يعني المشاركة أنا هون الشخص مو بس حثيته على أنه يكتب تعليقه حثيته أنه أعجب زيادة باللي أنا كاتبه خليه ينشره يهد يشوفه كمان أصدقاءه لو ما المشاركين عندي بالصفحة بس هاي بيمتبه لشغلي أنه إذا كان المنشور تبعي أنا نشر لأصدقاء فقط أو لأعضاء الصفحة فقط إذا نشروا واحد منهم بيظل اللي حيشوفوه فقط أعضاء الصفحة أنا إذا بدي المنشور تم مشاركته بفعالية يجب أن يكون المنشور محطوط عام بحط المنشور عام لقدروا شوفوه العالم كله الإعجاب اللايك لما شخص عم يقول أنا أعجبني هاد أنا عمقول للناس أنه عاجبني هاد المنشور بدون أكتب تعليق ما في شيء لأكتب ما في شيء لعلق فيه بس خلص عاجبني الشيء اللي ذكرته فطريقة للتعبير عن الدعم دعم المحتوى ومثل ومثل ما قلت بشوي التعليق والمشاركة والإعجاب هلأ المشاركة تلقايا أنا عمقول بدي شارك هذا المنشور بس حتى أنا إذا علقت أو عجبت بمنشور بيطلع إذا كان المنشور عام جميع أصدقائي ممكن يشوفوا أنه أنا أعجبت هذا المنشور أو أنا علقت هذا النص على هذا المنشور فهدول ضروريات لزيادة المشاركة يفضل بمنشوراتي تكون محفزة تحض على زيادة تعليق والإعجاب والمشاركة حتى الأعجاب حاطين إلى خيارات مختلفة أنه فيه بس عجبني فيه اسمايلات فيه قلب فيه لا يعجبني إلى آخره على فكرة لما تعلق لي على منشور حتى لما تحط لي الترامب نازل لتحت إيد الواحد رافع بس حاطه لتحت أنه لم يعجبني مو مشكلة المهم عندز تلي انتشاره التعليق إذا كان إجابي ولا سلبي عم يزيد الانتشار بس أكيد أنا بدي انتبه التعليق السلبي بما قد يؤثر على العمل تبعي اللي حاول اتلافعهم هيا عم تزيد النشر ايه عم تزيد النشر بس بدي انتبه شو إلى ردود أفعال فيه عنا لسه إجراءات ضمن وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة أو ذكر الشخص لما بحط رمز الآت هاي غالبا أنا إذا حطيت صورة فين يحط تاج هاي بيسموها الإشارة أو التاج للشخص وشير للشخص أنه هذا معي بالصورة أنا حاطت نشاط قمنا الأسبوع الماضي بإجراء تقييم لهي قام بإجراء تقييم فلان وفلان حتى للأشخاص تشاركوا معي بهالعملية فهي ليش تطلع هالإشارة عن هذاك الشخص أنه فلان أشار إليك بهذا المنشور بتحب تطلع كمان هذا المنشور بإجراء أو لا فإذا قال له إيه طلعي باللي موجودين بصفحتي ولي موجودين بصفحة كل شخص عمد كله تاج أو أشرت إله الهاشتاغ علام تصنيف أو الوسم المزدوج لما بدي حطه بحط رمز هذا المربع الهاشتاغ بعده بحط الكلمة هذا يستخدم لفهر هذه الكلمات الأساسية أو الموضوعات ليش في كثير عالم بتبحث في محركات البحث عن رموز الهاشتاغ أنه شو في شيء يتعلق بها الفكرة وفي هاشتاغات تنتشر أكتر من غيرها حسب الزمن شو صفيان عنا هون بوست نشر كومينت تعليق شير إعادة النشر لايك عجبني تاج الإشارة أو المنشن هاشتاغ في الفولو الفولو ما مذكورة طيب الفولو المتابعة على بال مثلا بالتويتر الارتباضات تبعاتي اسمه متابعين أنا لشوف أي شخص شو بينشر بتابعه بس بيله الفولو بينما الفيسبوك الفولو كمان نفس الشي هل صفحة في عندي خيار لايك على الصفحة ما عم بحك عم نشور أنا فطت على صفحة في خيار لايك أعجبني في خيار فولو متابعة شو هذا و شو هذا أنا لبحط أعجبني الصفحة تلقائيا صار منشورات بتطلع عندي اضطريت فيها هيك بالتخجيل صاحب هالصفح حرفي اللي أعجب بهي الصفحة أعجبت فيها بس ما عجبني شو من منشوراته ما في مشكلة في خيار اسمه المتابعة إذا بقل له انغاء متابعة بصير أنا صحيح نظريا عنده أنا عضو بالصفحة ولكن أي شي بينشر ما بطلع عندي فنحنا هون لما بنقيس قوة صفحة حنشوف بدي يقارن بين عدد المشتركين وعدد المتابعين إذا كان عدد المتابعين أقل من عدد المشتركين يعني في عالم ملت من صفحتي بيشوف إذا هذا العدد عنفلو عم يزيلو نشوف ونشكل بمنشورات الصفحة اتلافاها مشان نسترجع أو زيد فالمتابعة أنا أتابع صفحة لشو وشو عم ينتشر أو يتابع شخص حتى حتى من ناحية صفحات شخصية بالفيسبوك أنا في شخص ما بعرفه بس والله قالوا لي عجبتني منشورات وقالوا منشوراته حلوة فبعدتنه طلب صداقة ما وافى تابعه بالمتابعة أنا فيني صير شوف شو بينشر منشورات عامة فقط إذا تابعت صفحة شخصية شوف منشوراته العامة فقط إذا حاضت منشور للأصدقاء فقط ما بشوفه شوف المنشورات العامة فقط هدول العمليات ممكن إنشاءها في وسائل التواصل الاجتماعي هاد هو الفصل الثالث مع العملي هلا بيجي للعملي شو كان بيضاف له هلا هيك خلصناها الأدادات في عنا الجلسة القادمة السور القادمة إن شاء الله إدارة وصائل التواصل الاجتماعي نشوف هدول الخيارات شو هم بحطهم شو هم بقيمهم شو هم بتابع كل ما نشوف شو صار عليه إلى آخر نشوف الإدارة بقى هون في معه عملي المطلوب عمل ملف تعريف عمل صفحة تحرر ضبط بينات الاتصال الفئة مع العمل ضبط صورتها بكتور سارد عن شو بتحكي بكتور سارد بكتور سارد بكتور سارد